موسيقى مساء الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر الأسبوع زي ما تعودنا بنحاول إن احنا نحلل بعض الأحداث السياسية ونتوقف أمامها لكن في الحلقة النهاردة أنا بحاول أني ألقي الضوء على بعض الأحداث الثقافية بجوار الأحداث السياسية اللي دائماً تشغلنا ونتكلم فيها اسمحولي نبدأ بأول موضوع لدينا وهو في الشأن الداخل المصري وكلنا بنتكلم فيه كل الوقت وتأثرنا به وتكلمنا احنا فيه الأسبوع اللي فات لكن يبدو ان احنا محتاجين نواصل الحديث فيه الموضوع اتعلق بتعويم الجنيه وتعلق بارتفاع سعر الدولار والأثار اللي احنا شايفينها لهذه الإجراءات أو ما حدث في هذا الصدد الإسبوع الماضي وأيضاً الأثار اللي احنا نتوقع حدوثها في الفترة القادمة في الواقع ان تعويم الجنيه هو كان قرار زي ما قال الدكتور زياد بها الدين في مقال له بجريدة المصر اليوم هو قرار كاشف بمعنى ان الدولار بالفعل كان ارتفع في السوق الموازي وزاد سعره عن السعر المعلن في البنوك فكان ارتفاع سعر الدولار او تعويم الجنيه او محاولة اصلاح سعر الصرف او اعادة النظر فيه اي ان كانت التسمية اللي احنا عايزين نتكلم فيها قدت في النهاية الى ارتفاع سعر الدولار بحيث اصبح هناك سعر موحد وليس فقط سعر في بنك وسعر اخر في السوق الموازية او اللي احنا بنسميها السوق السوداء بالطبع الارتفاع سعر الدولار في بلد بتعتمد على جزء كبير جداً من وارداتها للسلع الغذائية بالدولار وايضاً الطاقة والسلع الوسيطة اللي بتدخل في انتاج سلع اخرى كل ده في الاخر هيؤدي الى ارتفاع اسعار وضغوط معيشية ويبدأ الناس يشعروا ان الحالة الاقتصادية بتزداد شدة بالنسبة لها بالطبع الحكومة اتخذ ببعض الاجراءات تقديم اعانة استثنائية او رفع استثنائي للرواتب محاولة رفع سعر الفايدة في البنوك تقديم بعض اوجه الرعاية الاجتماعية ولكن في الاول وفي الاخر ارتفاع سعر الدولار هيترتب عليه ارتفاع اسعار كثير من السلع ونشعر بكثير من الضغوط المعيشية ولكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات والنهاردة بنتكلم فيه مرة اخرى ارتفاع سعر الدولار وما ترتب عليه من انخفاض سعر الجنيه في مقابل للدولار بيعطي ايضا بعض المزايا او بعض الفوائد بيعطي اولا فايدة للصناعات الوطنية ان هي تصدر على اعتبار ان سعر الجنيه منخفض فامكانيات التصدير هتكون اكتر واعلى بيدي فرصة للمستثمرين ان هما يجي يستثمروا في مصر المستثمرين الاجانب بيؤدي ايضا الى انتعاش السياح بمعنى السائح اللي معاه عملة صعبة لما بيجي مصر العملة الصعبة دي بيبدلها او بيعادلها بالجنيه المصري اكتر من الاول وبالتالي قدرته الشرائية وقدرته على الانفاق ويصبح مصر مقصد سياحي مناسب بالنسبة لي ايضا منتكلم على ان المستثمر الاجنابي هيجي يستثمر في مصر بالطبع المستثمر الاجنابي ده كان محتاج بيئة للاستثمار مشجعة وليس فقط الاصلاح النقدي زي ما قال الدكتور زياد في المقال اللي انا اشرت ليه في البداية بمعنى ان القضية ليست فقط اصلاح نقدي او اصلاح مالي ولكن القضية بتتسع وبيكون تأثيرها افضل لما يكون اجراءات تعويم الجنيه مرتبطة باجاد بيئة مناسبة للمستثمر الاجنابي فييجي يستثمر في البلد مستفيد من ارتفاع سعر الدولار والعملة الصعبة وانخفاض قيمة الجنيه اذا احنا ما عملناش هزي البيئة الاستثمارية فان الناس هتدفع تمن الاصلاح المالي فقط ولا يكون هناك استثمار كافي بالنسبة لي المجتمع حتى يستطيع ان هو يضخ عملة صعبة او يضخ نقض اجنبي في الاقتصاد المصري ولكن في قضية اخرى عايزين نتكلم فيها ان المسألة ليست فقط فيما يتعلق بالدولار في ارتفاع سعره وانخفاض قيمة الجنيه ولكن هناك ايضا من بعد اخر اجتماعي لهذه الازمة البعد ده انا بشوفه في وجود بعض شرائح اجتماعية داخل المجتمع المصري الارصدة النقدية التي تمتلكها بالدولار بتسافر برا تشتري حاجات اجنبية دايما باستمرار او سلع يطلق عليها سلع كمالية او سلع ترفيهية عيشة في اطار التفكير دائما في العملة الصعبة بمعنى استثمارتها بالعملة الصعبة فلوسها بالعملة الصعبة بتسافر برا بتصرف بالدولار بتعلم ولادها برا ربما بتتعالج برا وبعض الاسر الموسيرة الان بتعمل افراح ولادها برا في بعض المنتجعات في اوروبا واماكن اخرى انا ما عنديش مشكلة مع كل ده بمعنى ان كل واحد من حقه يعيش الحياة كما يريدها طالما ان الامكانيات المالية اللي بيحوزها تتيح له هذا النمط من المعيشة او هذا النمط من الحياة القضية مش كده اطلاق ولا هي رغبة في فرض قيود على ناس لصالح ناس ولكن التفكير المنطقي فيما يحدث في هذا الصدد بيقودنا الى نتيجة لابد ان احنا نعترب بيها ان الانفاق المتزايد على اشياء غير ضرورية او سلع غير ضرورية بيمثل ضغط على الحصيلة او الاحتياطي النقدي اللي موجود لدى الدولة ودي واحدة من الاشكاليات الكبيرة ان مزيد من الضغوط على النقد الاجنبي يؤدي الى تراجع مستوى هذا النقد ويؤدي الى ارتفاع سعر الدولار لانه بينقص والمسألة كلها عرضه طلب انت بتطلب اكتر بكتير من المعروض فطبيعي ان المعروض هيرتفع سعره دي قضية اقتصادية بتتعلق به العرض والطلب اذا زاد العرض عن الطلب هيرتفع السعر واذا زاد الطلب اكتر من العرض هيرتفع السعر واذا زاد العرض عن الطلب هيقل السعر دي مسألة اقتصادية بحتة يعني مسألة عرض وطلب لما انت تعرض حاجة كتير تطلبها قليل سعرها هينزل لما تطلب حاجة كتير والمعروض منها قليل سعرها هيرتفع طيب في الظلة هذه الاشكالية احنا ندر نعمل اين لان في فئات حاليا هي بتستفيد من ارتفاع سعر الدولار لان ارصدتها بالدولار يعني كثير جدا من الناس بيتكلم بقولك انا الممتلكات او الارصدة النقدية الخاصة بيا ارتفعت مرة او مرة ونص مع اجراءات التعويم التعويم المتتالية ربما من 2016 لغاية النهاردة وفي نفس الوقت كلما ارتفع سعر الدولار زادت اسعار السلع التي نستوردها من الخارج وزادت الضغوط المعيشية على الناس من يدفع هذه الفطورة؟ بتدفع الفئات الفقيرة والموسطة في المجتمع ولا تشعر بمثل لا يزيد ضغوط الفئات الغنية دي مسألة اقتصادية بحتة يعني احنا متكلمش من لا ممزور طبقي ولا احنا عايزين نقول ان الاغنية يدفعه ولا الفق لا لا ما تكلمش في الكلام ده خالص انا بتكلم في مسألة معادلة اقتصادية بحتة من يستفيد من التعويم هناك شريحة قليلة جدا تستفيد منها او على الاقل لا تتضرر منها او لا تدفع فطورة كاملة وهناك شريح اخرى في المجتمع لا تستفيد وبتدفع فطورة اعلى نتيجة ارتفاع اسعار السلع الاساسية اللي هي بتستخدمها طبعا من حق المجتمع ان يتخذ ما يشاء من اجراءات انه يقيد عملية استنزاف الدولار عنده استنزاف النقد الاجنابي او الحصيلة او الاحتياطي او الاحتياطي النقدي ولا ينفق في مظاهر كمالية لا تستفيد منها سوى شرائح قليلة العلاج اللي احنا دايما بنتكلم عنه والاقتراب الحقيقي للتعامل مع زي المشكلة لن يأتي الا بتزايد الاستثمارات في مصر واتساع نطاق الصناعة الوطنية بحيث يتعود الناس ان هما في الاول وفي الاخر يستهلكوا منتجاتهم الوطنية اكتر ويعتمدوا عليها اكتر وهذه المنتجات تصبح لها مجال للتصدير الى الخارج وعندما يرتفع الصادرات المصرية سوف يأتي هذا بحصيلة دولارية وتبدأ المعادلة تحدث ما بين الوارد والصادر ما بين ما ننفقه في واردات وما يتحصل لنا من صادرات الاحصيات بتقول ان من يوليو 2021 واحد وعشرين الى غاية مارس 2022 احنا صرفنا حوالي 66 مليار دولار ما بين على سلع جزء منها سلع وسيطة وجزء منها سلع غذائية او سلع استهلاكية هم نتكلم في حوالي 9 شهور خلال عام 2021 وصلت الصادرات المصرية الى اعلى معدلات لها في الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة وصلت لي 32 مليار دولار لما نيجي نبص على على هذه او الارقام دي ما بين واردات وما بين صادرات هنلاقي طبعا العجز واضح يا حام نتكلم في 9 شهور استوردنا ب66 مليار انا ما بتكلمش لا على تزديد الديون ولا فواي الديون ولا خدم الدين ولا اي حاجة دي مسألة اخرى تضاف لل66 واحنا كل صادراتنا في سنة صادرات غير بترولية كانت 32 مليار دولار معناها ان العجز واضح قدام حضراتكم وزا اخذنا في الاعتبار ان المصادر الاخرى للدولار بالنسبة لمصر زي عائد قناة السويس زي السياحة زي تحولات المصريين في الخارج دي من المصادر اللي بتتأثر بالمتغيرات العالمية زي الحرب في اوكرانيا زي مشكلات في الشرق الاوسط زي انخفاض الطلب على العمالة في الخارج زي ارتفاع الاسعار في الخارج في الناس ما بتبعتش فلوس تصرف في مجتمعاتها بل بالعكس ده في بعض الاوقات حدست في بعض الدول وانا شفتها بعنيا كان في اليونان فترة التقشف وكان فيه مصريين كتير هناك احنا عارفين طبعا في الاف المصريين في اليونان بدأت الحياة تضييق في اليونان في بعض السنوات الماضية وكانت هناك اجراءات تقشف وقلت فرص العمل وضاقت الحال الاقتصادية بالنسبة لهم بعضهم بدأ يجيب من مدخراته في مصر عشان يصرف على الحياة ونفقات المعيشة في اليونان فاذا احنا نتكلم على مصادر بتتأثر بمتغيرات هذه المصادر قد تساعد في بعض الاحيان على تعويض الفارق ما بين الصادرات والوردات وفي احيان اخرى قد لا تساعد يعني انا اصدت من خلال هذه الاطلالة ان انا اقول لحضراتكم ان مسألة الدولار لها جوانب كتير بعدها يتعلق باهمية تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمارات في مصر حتى تتوفر لدينا القدرة على التصدير فجلنا عائد منها يوازن الانفاق المتزايد على الاحتياجات داخل مصر وايضا لابد من تغيير الثقافة الاستهلاكية اللي بتدفع شرائح في المجتمع الى مزيد من الانفاق من الدولار على شراء سلع كمالية او غير ضرورية او طرفهية وده ممكن الصناعة الوطنية من خلال تطورها ان هي تقدم احتياجات وازواق هذه الشرائح الاجتماعية دي مسألة ومعضلة لكن لازم نفكر فيها اذا اردنا ان يكون لدينا حلول مستدامة او طويلة المدى للتعامل مع ازمة الدولار ولا نلجأ فقط الى مسكنات من انا الاخر ثم نواجه المشكلة بعنفوانها ونتاج الى تعويم جديد ثم تعويم جديد وتنخفض قيمة الجنيه اسمحونا نخرج الى فاصل ونعود لنواصل حديث حول بعض التحديات الجديدة في منطقة الشرق الاوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتنياهو 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 يعود مرة اخرى الى رئاسة الحكومة الاسرائيلية طبعا بنيامين نتنياهو يبلغ من عمر 73 سنة زعيم الليكود معروف لدينا يعني هو اسمه متداول لاكثر من 25 عاماً تولى خلالها مرئاسة الحكومة الاسرائيلية في معظم الاوقات منذ عام خرجة من هذه الحكومة على خلفية التهمات بالفساد وايضاً حالة من عدم الاستقرار السياسي وتشكلت حكومة ثم لم تصمد ودخلنا في الانتخابات رقم 25 للكنسة الاسرائيلي وهو البرلمان الاسرائيلي والذي حقق التحالف او الكتلة التي يقودها بنيامين نتنياهو نتيجة تسمح له بتشكيل حكومة مستقرة اسرائيل شهدت خمس انتخابات في اربع سنين طبعاً نتيجة عدم القدرة على ايجاد حكومة لديها غالبية او لديها اغلبية في الكنسة الاسرائيلي الكنسة الاسرائيلي مية وعشرين عضو زي ما احنا عارفين في الانتخابات الاخيرة اللي جرت يعني منزو ايام فاز بنيامين نتنياهو حسب التقديرات الاولية باربع وستين مقعد يعني معناها انه يقدر يشكل حكومة مريحة لكن قد لا تكون هذه الحكومة مريحة بالنسبة للعالم العربي وحتى بالنسبة لبعض الشركات الدوليين بالنسبة حتى الولايات المتحدة التحالف الذي اقوده بنيامين نتنياهو هو تحالف يدوم قوميين متشددين اسرائيليين ليست فيه احزاب يسارية ولا احزاب وسط ولكنها احزاب نطلق عليها انه احزاب يمينية متشددة هذا التحالف بالتأكيد سيكون له تداعيات يعني حكومة بهذه التركيبة والتشكيلة بالرغم ان نتنياهو نفسه ادى بعض التصريحات للطمأنة اننا يعني سنكون حريصين على تلبية احتياجات كل الناس وتعزيز العدالة والمساواة كثير من التصريحات التي ذكرت لكن نحن نتكلم على السياسات الواقعية لان المفاوضات ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين وقفت في ابريل 2014 وكان ده سبب او سببها الاساسي اللي هو التوسع في الاستيطانة في الضفة الغربية وكانت ايضا حكومة بن يمين نتنياهو ويعزى اليها ان هي يعني الى حد كبير قوادت مسيرة السلام او لم تكن داعمة او مشجعة لاتفاقات السلام وتتمنى دايما نهجا متشددا وفي عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كانت له علاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي انا زاك اللي هو كان بن يمين نتنياهو وده اسهم لحد كبير في تقويد فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط وتغيير طريقة حتى التعامل في هذا الملف من الجانب الولايات المتحدة الموضوع تغير شوية طبعا مع رئيس جو بايدن اللي بيحاول ان هو يستعيد بعض الارث السياسي يعني اذا صح التعبير للحزب الديمقراطي اللي هو فكرة حل الدولتين والمفاوضات والكلام اللي كان بيقال قبل كده لقدم بعض المساعدات للفلسطينيين قام بزيارة الاراضي الفلسطينية اثناء مظهر الشرق الاوسط يعني بيحاول ان هو يغير النهج السابق للإدارة الجمهورية في عهد دونالد ترامب طيب احنا متوقعين ايه اللي يحصل من جانب بنيمينة تانية في سيناريوات كتير يعني حكومة متشددة او حكومة فيها احزاب يمينية متشددة من الواقع انها يكون لها بعض التصورات تجاه العالم والمنطقة احد الاشكاليات ستكون مسألة الاستيطان هل ستتوسع هذه الحكومة في الاستيطان في الضفة الغربية وده احد المشاكل الكبرى اتنين هيبقى فيه مواقف متشددة تجاه الكيان الفلسطيني او السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ربما قد تتسع المقاومة ربما قد ترتب عليها انتفاضة مواجهات عسكرية مزيد من الاحداث العنف ترصد الجيش الاسرائيلي او اقتحامات كثيرة للضفة الغربية قد نشهد وبالفعل كانت في الفترة الماضية هناك العديد من المظاهرة التي تقول ان الضفة الغربية يعني على وشك الاشتعال او انها يعني بتعاني كثيرا نتيجة ظروف اقتصادية ونتيجة ايضا الاغلاق السياسي وظروف السياسية وعدم موجود امل للخروج من هذه الحالة التي تعيشها الاراضي الفلسطينية يعني ازا في تحديات كثيرة فاذا جاءت اليها تحديات اخرى فديها تصبح طبعا مناطق اشتعال في مواجهة اسرائيل وفي المنطقة العربية وايضا قد يزداد العنفوان الاسرائيلي في مواجهة ايضا هناك مخاوف عند الاقلية العربية ممن يحملون الجنسية الاسرائيلية اللي عايشين في اسرائيل ودول ازا كانت اعداد اسرائيل تسعة مليون فدول حوالي عشرين في المية منهم احنا شفنا قبل كده المدن او القرى المختلطة اللي كان فيها اسرائيليين وفلسطينيين رغم ان هم يعاملوا او هم يعتبروا الاتنين اسرائيليين يعني بمنطق الجنسية لكن حدثت خلافات ومشكلات كسيرة في السنوات الماضية واحنا متذكرين عمليات التحجير والمواجهات عند المسجد الاقصى واشياء كسيرة كانت هناك فصول من العنف لدرجة ان يعني في بعض الاحيان تم التساؤل يعني كيف يمكن بناء ثقافة التعايش ما بين الاسرائيليين وبعضهم اللي هو من خلفية عربية او من الجانب الاسرائيلي فدي احد الاشكاليات الاخرى طبعا في بعض المحللين بيتكلموا يعني النهاردة كان في بعض التحليلات نشرت في الجارديان كانوا بيتكلموا بقولك هل يستطيع بن يمينة تاني ان هو يوقف يعني او يرشد من الدعاوة او الاتجاهات المتشددة لدى شركاءه في الحكومة من الاحزاب اليمينية سؤال ولا هيضطر ان هو يسير في ركابهم للحفاظ على تماسك هذه الحكومة طبعا الموضوع دوا يعني هتكشفه الايام والممارسات السياسية ولا سيما ان ناتنياهو هو الذي ابرم الاتفاقات السلام او او الاتفاقات الابراهيمية مع بعض الدول العربية كانت في عهد بين يمين ناتنياهو مع الامارات مع دول اخرى احنا عارفينها طبعا في المنطقة كانت المغرب كانت السودان كانت البحرين فكانت هناك هذه الاتفاقات وايضا حاول ان يكون له علاقات متسعة في الفضاء في الشرق الاوسط ولكن كانت له برضو مشكلات مع الاردن وكانت له بعض المشكلات ايضا فيما يتعلق بالملف الايراني لانه كان شديد التشدد جدا في مواجهة الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة ابرامه مع ايران الاتفاق النووي او اعادة احياء الاتفاق النووي القديم مع ايران وكان اتخذ موقفا متشددا تجاه الولايات المتحدة نفسها ضد هذا الاتفاق وكانت ايضا لهم مواجهات مع ايران يعني بعض العمليات التي جرت لاستهداف منشآت النووية كانت ايضا في عهده استهداف منشآت نووية ايرانية من جانب اسرائيل كانت ايضا في عهد من يمين نتنيا فاذا قد يكون تشكيل هذه الحكومة يعطي مساحة من الاشتعال في المنطقة مساحة من الجدل ايضا التهاب المواقف ده اللي احنا هنحاول ان احنا نشوفه في الفترة دي من ضمن الدول حقيقة اللي بتتحسب لما يحدث والحكومة الاسرائيلية هي الاردن لماذا الاردن حقيقي لديها اشكالية اشكالية حدودها مع سوريا الحدود الجنوبية لسوريا هي حدود مع الاردن بالطبع نتيجة الاوضاع في سوريا اللي كانت خلال عشر سنين اللي فاتت كانت القوتين الكبار اللي اليوم حضور في سوريا كانت روسيا وإيران روسيا انشغلت شوية في الفترة الأخيرة في الحرب في أوكرانيا وده أثر على حضورها في المشهد السوري بمعنى انها سحبت عتاد سحبت قوات أصبحت أقلت تركيزا في هذا الملف الذي يملأ الفراغ هو إيران وإيران بتحاول تملأ الفراغ في الجنوب ولديها ميليشيات في الجنوب سوريا تخضع لسيطرتها الأردن وفي ألفين عملية في الفترة اللي فاتت زي ما بعض الأرقام بتقول لأي حد ستستمر هذه الحالة الأردن قلقة سيرجي لفاروف اللي هو وزير خارجية روسيا كان في الأردن وكلمه معاه في الموضوع ده الغرض منها أن يكون هناك حضور روسي قوي يطمئن إسرائيل ولا يسمح باستفزاز إسرائيل إسرائيل بتستهدف من آن لآخر بعض الحضور المواقع الإيرانية حوالين دمشق وفي دمشق وإلى آخره ولكن الجنوب حتى هذه اللحظة برضو إيران متفهمة أن مسألة حضورها في الجنوب بكسافة قد يستفز إسرائيل ويشعل الموقف لأي حد تستطيع روسيا أن تضبط الأمور يعني بالتأكيد لن تنزعج الأردن لو أن روسيا تسلمت الحدود معاها من الجانب السوري أو كان لها حضور أو مراقبة لكن طبعا إذا تسلمت إيران المشهد في جنوب السوري فده طبعا هيؤثر كثيرا جدا على طبيعة الاستقرار وقد يؤدي إلى اشتعاله في أي وقت وهذا ما تغشاء الأردن الأردن طبقا لمنظمة اللاجئين بتتكلم في حوالي عندها ربما 670 ألف سوري الأردن نفسها بتقول أنا عندي مليون و3 من 10 لاجئ سوري أيا كان رخم لكن طبعا ده ضغط على الاقتصاد الأردني والاقتصاد الأردني بالفعل بيعاني مشكلات كثيرة وكانت وكانت الأردن يعني بتطرخ باب صندوق النقد الدولي وطلل بها ببعض الإصلاحات وعمل ببعض التغييرات الوزرية وفي عجز عند الشركات اللي بتقدم الكهرباء والمياه يعني الأردن أوضحها الاقتصادية ليست في أسعد حال وليست في أفضل حال فطبعا هي تخشى انفلات الأوضاع على حدودها وده يعني هيترتب عليه ضغوط شديدة عليها سواء كانت ضغوط أمنية أو حتى ضغوط اا اا اقتصادية الملك عبدالله في أحد زياراته للحدود ما بين الأردن وسوريا خطب الجنود والضباط من الجيش الأردني قال لهم عايزين دايما تورو العين الحمر يعني بمعنى لازم تكونوا متيقزين وخاطرين على الدفاع عن الحدود الأردنية بكل قوة وبسالة فدي طبعا مخاوف أردنية مع مجي نتنياهو مع تصعيد مع إيران ربما تنفلت الأمور على الجانب اللبناني برضو في مخاوف تانية لبنان وضعه السياسي هاشي جدا الرئيس اللبناني ميشيل عون غادر موقعه وخلاص في فراغ دلوقتي رئاسي في لبنان ولم ينتخب رئيسا جديدا حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب الميقاتي موجودة لكنها طبعا يحكم التصريف الأعمال وليست حكومة تعكس نتائج الانتقابات الأخيرة في لبنان بالطبع جميع القوى اللبنانية قبلت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل برعاية وضمانات أمريكية بما فيهم حزب الله طبعا نتنيها وأيام ما كانوا بيوقعوا الاتفاق كانت فصيل الحكومة اللي مشيت فكان بيقولك لا أنا معترض على الاتفاق ولا آخره لكن طبعا المسألة تجاوزت هذا الحد وأصبح طبعا الاتفاق معمول به وهو بضمانات أمريكية وتستفيد منه إسرائيل وتستفيد منه لبنان فيعني مش متوقع أن يحدث خلافات بشأن هذا الاتفاق الذي يعد بالاتفاقات الأولى أو النادرة ما بين إسرائيل ولبنان في ظل رعاية أمريكية لهذا الاتفاق ولديهم طبعا مشكلة تتعلق بالحدود البرية دي مسألة أخرى رئيس الوزراء المؤقت نجيب المقاتي هو قال قال يعني لا يتوقع أن تحدث أي مشكلات بشأن هذا الاتفاق والاتفاق يعني محاط بضمانات أمريكية تحافظ عليه لكن طبعا وضع لبنان هش سياسية مشكلات اقتصادية شديدة جدا اللي رفقد التسعين في المية من قيمتها معدل التدخم في لبنان بقى مية وستين في المية يعني أرقام صعبة جدا وفي ظل غياب التوافق السياسي يصعب الحصول على منحة أو قرد من سندوق النقد ويصعب أيضا أن تجد لبنان منفزا اقتصاديا كبيرا يستطيع أن يقي لها من عثرتها التوافق السياسي طبعا مطلوب أية يعني مخاوف تتعلق ب انفلات الأوضاع على صعيد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل أو انفلات الأوضاع في جنوب سوريا وربما تنعكس على لبنان فدي طبعا مجموعة من الإشارات والمخاوف السلبية التي ظهرت في سماء السياسة في المشرق العربي خلال اليومين أو الثلاثة الماضيين نتيجة التحول الذي حدث في إسرائيل ونتيجة الانتخابات الإسرائيلية وعودة مرة أخرى بن يمين نتنياهو على رأس حكومة إسرائيلية أكثر تشددنا من زي قبل سمحولنا نخرج بفاصل ونعود لنواصل فقرات برنامجنا هذه الليلة وصوف نتحدث عن توت عن خامون بعد الفاصل فاصل ونعود إليكم تم تغيير تردد قناة نيسان لمتابعة التردد الجديد اتبعوا الخطوات التالية الدخول على القائم الرئيسية للرسيفر على أن يعمل الرسيفر بنظام الـ HD اختار تركيب أو تثبيت يجب اختيار قمر النايل سات وإضافة التردد الجديد في خانة التردد وعد الباقي البيانات لتصبح كالآتي أو التردد أو معدل الترميز أو معامل تصحيح الخطأ ثم مسكان لتتم إضافة قناة نيسان للاعلان على نيسان اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6 موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى اليوم اليوم أربعة نوفمبر عام 2022 مئة عام مرت على اكتشاف مقبرة توت عن خامول المقبرة اكتشفت فيه أربعة نوفمبر عام 1922 يعني بقى لها مئة سنة وده كان حدث تاريخي كبير جداً اهتز له العالم واهتزت له مصر أيضاً اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير أو الفرعوني الزهبي كما يطلق عليه فتحت أفاخن جديدة في الاكتشافات الأسرية وكانت من العلامات المهمة في الأسار أو اكتشاف الأسار المصرية بالطبع هناك يعني متخصصون كتبوا كتير في مسألة توت عن خامون لسه في كتاب صادر في الفترة الأخيرة للدكور حسين عبد البصير وفيه عدد متميز من مجلة يعني زاكرة مصر كتب أيضا عن توت عن خامونة وعدد خاص كان فيه مقالات مهمة جدا للدكتور حسين عبد البصير والسفير محمد الشازلي والدكتور محمد صالح والدكتور جلال الرفاعي والدكتورة هند الشربيني والدكتور أحمد عبد الفتاح والدكتور رامي عطا صديق كلهم يعني تتناول هذه المناسبة من منظورات مختلفة يعني أنا عايز أحكي معاكم شوية في مين هو توت عن خامون ولماذا الاكتشاف المقبرة مسألة مهمة بعد مئة سنة وبعض الأسرار اللي بتتعلق بهذا الفرعون الصغير أو الفرعون الزهبي ويعني طبعا إحنا نتكلم في حدود الوقت المتاح لكن هحاول إن إحنا نقف عند بعض المحطات الأسية إن إحنا نحاول نفهم بيها هذه الشخصية سر أهمية هذه المقبرة أنها اكتشفت سليمة يعني لم تطلها أيدي اللصوص وده طبعا إلي كشف عن كنوز كثيرة في هذه المقبرة تتعلم عن خامون تولى العرش أو الحكم هو عنده تسع سنين بعد بول عشرة يعني أيًا كان وظل تسع سنين في الحكم هو مات يعني في حدود سنه كان 18 سنة طبعا هو مات صغيرا ويقال إنه كان معطل الصحة وكان مريضا لكنه يعني ترك علامة بارزة في تاريخ الأسار المصرية من خلال هذه المقبرة الخاصة بالفرعون الزهبي توت عن خامون لو بصينا لأسرته عشان نحاول نفهم هذه الأسرة هو جده الملك أبن حطب الثالث وجدته الملكة تي أبن حطب الثالث والملكة تي أنجابه شخصية معروفة جدا وانتوا أكيد سمعتوا عنها كتير هو الملك أخناتون فوالد توت عن خامون هو الملك أخناتون لكن أخناتون كان متزوج الملكة الجميلة والعظيمة هي الملكة نيفرتيتي لكن توت عن خامون هو ابن أخناتون ولكن من زوجة أخرى غير نيفرتيتي بيقال إن اسمها كيا وهي تعتبر زواج سياحي يعني بيقال إن هي جات من شمال سوريا كان هناك بعض الزيجات التي تعقد من أجل المصالح ومن أجل العلاقات ما بين الكينات والدول والمجتمعات فكانت الملكة كيا هي الزوجة ثانوية لأخناتون وهي اللي أنجبت توت عن خامون فإذن أخناتون كان له زوجتين الأولى نيفرتيتي يعني تمثال نيفرتيتي حاجة عظيمة جدا في برلين دلوقتي واللي بيروح يزوره يعني في المتحف حاجة فخيمة جدا أنجبت ست بنات ولم تنجب ولدا التي أنجبت الولد اللي هو توت عن خامون هي كانت الملكة كيا الزوجة الثانوية لأخناتون أخناتون لما تولى العرش خلف بعض التقاليد الملكية الفرعونية يعني انتقل من طيبة إلى المينيا في تل العمرنة وأسس مملكته وعاش هناك هو مع الملكة نيفرتيتي وأنجب توت عن خامون الذي كان اسمه في البداية توت عن خامون وهو يعني الصورة الحية للإله أمون يعني توت عن خامون يعني الصورة الحية للإله أمون لما جيه توت عن خامون يتزوج تزوج أخته غير الشقيقة واحدة من أخواته غير الشقيقات اللي هي تعتبر بنت نيفرتيتي وعاش معاها وكان اسمها عنخ إسنامون يعني حياتها في الإله أمون ده ترجمته وتزوجته وهي أخته غير الشقيق وحصل أنه مات صغيرا ويعني وجد أنها أرسلت رسالة إلى ملك الحسين وذكرت فيها أنها يعني توفى زوجها صغيرا ولم تنجب ولدا ولا تريد أن تتزوج أحد خدامها فسمعت وقالت له كده في الرسالة أنا سمعت أن أنت عندك أولاد كثيرين فريد ترسل لي أحد الأولاد أن أنا أتزوجه فطبعا لما راح الموضوع ده للملك الحسين ما صدقش الكلام ده طبعا فبعد بعض الناس يتعسسوا ويحاول أنهم يعرفوا هل حقيقة الموضوع ده صحة ولا غلط فعرفوا أن الموضوع صحيح فأرسل لها ابنها بالهدايا لكن طبعا كان قيلة زي ما قيل يعني في التاريخ كان المسؤولين المصريين على علم بما يحدث وخرجوا مبكرا يعني قبل أن يدخل الحدود المصرية وتخلصوا من العريس القادم من الحسين رجال توت عن خامون كانوا اتنين الملك آي أو العجوز آي أو الحكيم آي زي ما نسميه وده والد نيفرتيتي وكان قائد سلاح الفرسان الملكي هذا العجوز كان ده هي وهو اللي تولى الحكم عقب رحيل توت عن خامون وكان هناك أيضا في عهده القائد العسكري القوي حور محب المعروف وحور محب ده في وقت لاحق دمر أثار أخناتون اللي هو والد توت عن خامون ودمر أيضا أثار تتعاق أمون نفسه طبعا في مقبرته اكتشفت أشياء كثيرة جدا يعني كنوز رهيبة يعني في مقبرته لا يعني لا يساع الوقت للخوض فيها كانت هناك من الملفت أطعمة لأن معروف أن قارين المعتقدات الفرعونية أن الإنسان لما بيتولد بما معاه قارين اسمه الكا قا يعني قارين ده كان بتولد ويعيش معاه ولما بيموت بيحطوله أكل في المقبرة عشان ما يسابوش ويمشي فمن ضمن الأكل كان موجود كان أنواع كثيرة من اللحوم والماشية والطيور والفاكهة والعنب حتى المشروبات والخمور يعني كل شيء كانت تركت في هذه المقبرة للكا حتى لا يترك توت عن خامن الذي اكتشف هذه المقبرة هو رجل معروف جدا بريطاني اسمه هورد كارتر ده كان من أسرة عادية وكان والد يعمل رسام وما كملتش تعليمه لكنه كان بيخرج مع والده ويرسم والتحق ببعض الأسر الغنية في بريطانيا ثم جاء مع مصر إلى مصر يعني مع مكتشفي أسار وترقى ويعني أصبح في وقت ملاوقات كان مفتش الأسار في مصر العليا وكان يحب التنقيب في الوادي الملوك وكان هناك يعني ممول لهذا اسمه اللورد كارنر فون وده اللي مول عملية الاكتشاف والتي حدثت بعد فترة طويلة حين جاء الصبي الجميل حسين عبد الرسول ليبشر باكتشاف هذه المقبرة ثم استعم بعد ذلك بمصور فوتوغرافي طبعا في ظل يعني صعوبة رسم كل المقتنيات كان اسمه هاري بيرتون طبعا الحديث عن توت عن خامون ده حديث يطول جدا لكن أنا حبيت أنه نقف قدام مين هو أهميته والمقبرة بتاعته لكن مش عايز أترك هذه الفقرة قبل ما أقول لحضراتكم أنه كان فيه واحد اسمه مرقص باشا حنة ده كان وزير في حكومة سعد زغلول التي نشأت بعد إعلان 28 فبراير عام 1922 وشوفوا الأحداث لما بتتلازم يعني اكتشاف معبارة توت عن خامون جاءت بعد تصريح 28 فبراير بشهور يعني ثم بعد ذلك تشكلت حكومة وفدية ودستورة 23 ثم تشكلت الحكومة فكان ده يعني بعث للروح القومية في مصر عندما يكتشف هذا الأثر المهم يعني في الوقت اللي مصر بينشأ فيها مملكة وينصف فيها ملك هو الملك فؤاد وتقطع سلطها بالدولة العثمانية نجد في هذه الفترة اكتشاف وبعث للروح القومية فكرة اكتشاف معبارة توت عن خامون كانت في هذا السياق هذا الرجل العظيم كان يتولى وزير الأشغال العمومية مرؤس باشا حنة واتخذ موقف شديدا مع هورد كارتر وكرنرفون ومنحهم من خروج الأثار أو مقتنيات مقبارة توت عن خامون اللي عادوا يشتغلوا فيها فترة طويلة يعني إلى بر مصر وكانت الجماهير بتهتف وتقول يحيا وزير توت عن خامون طبعا ده بيلفت الانتباه إلى قضية أخرى ارتباط الأثار بالروح القومية وأيضا الامتداد العظيم لمجد مصر لقرون صحيقة وبعيدة وكل ده بيلفت انتباهنا إلى أهمية الروح القومية وأهمية المواطنة وأهمية أيضا الاعتزاز بالتاريخ والحضارة المصرية يعني اسمحولي أنتقل من هذه المناسبة البديعة الثقافية المهمة إلى شأن ثقافي يعني مؤتمر شهادته مكتبة الأسكندرية منذ أيام بعنوان عام المجتمع المدني التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة عقدت المكتبة هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجاء إلى هذا المؤتمر جمعيات أهلية من أسوان إلى الأسكندرية من وجه بحري مدن القنال سيوة يعني جمعيات أهلية من كل ربوع مصر جاءت إلى هذا المؤتمر لمناقشة عام المجتمع المدني اللي سبق وأعلن عنه الرئيس عفتاح السيسي في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021 طبعا المؤتمر كان كثيف جدا فيه النقاشات والحوارات التي جرت فيه الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية تحدث عن أهمية الجامعات الأهلية في التنمية بوصفها الضلع الثالث للعمران الضلع الثالث بجوار الحكومة والقطاع الخاص الأستاذ أيمن عبد الموجود مزاعد وزيرة التضامن الاجتماعي تحدث عن المبادرات اللي بتقوم بيها الوزارة وبالأخص مبادرة الموطنة وبناء الوعي وأيضا مبادرة حياة كريمة والمشاركة في جود التنمية بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخدمات الألكترونية اللي بتطلقها الوزارة النقيبة سوها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب مجلس الشيوخ تحدثت عن أهمية التشبيك والشراكة ما بين الجامعيات دكتور سعيد المصري يتكلم عن أهمية الاهتمام بالمجتمع المدني الثقافي وتحدث على وجه التحديد لبعض المشكلات في هذا المجتمع منها عدم وجود تشبيك في موارد ضعيفة وكلمت الدكتور أماني أنديل عن تاريخ الجامعات الأهلية في القرنين الماضيين وقالت إحنا بدين الجامعات الأهلية مع أوروبا من 1821 ولكن تعصر بنا الأمور وكانت هناك تحديات كثيرة كنت أحدثين كانوا كتير جدا في المؤتمر مش أقدر أتكلم عن كل واحد يعني كان فيه الدكتور شبل بدران وكان فيه الدكتور الفيان فؤاد والأستاذ عصام شيحة والأستاذ يوسف ورداني والأستاذ هاني إبراهيم الدكتور خالد عفتاح الدكتور مونة الحديدي الدكتور إبالي الساملوتي الدكتور ناصر مسلم منالك جميل الأستاذ أمينة شفية الدكتور فاتح بوعيانة وأيضا من الحضور كان الدكتور أحمد فؤاد أنور يعني كان فيه ناس كتيرة جدا والدكتورة سلوى ثابت ميكي أنا مش عايز يعني أوطيل في الحديث عن الأسماء ولا سيما أن فعلا كان الحضور كسيف يعني تعدى مئتي شخص لكن أنا عايز أعف عند العنوين الأسسية اللي ذكروا في هذا اللقاء أولا أن الجامعات الأهلية تحتاج إلى دعم أهمية الاهتمام بالعنصر البشري داخل الجامعات الأهلية من خلال بنان القدرات أهمية الصورة الإعلامية الجيدة ونشر التجارب المهمة وتعميمها على الناس التكوين المؤسسي والتشبيك ما بين الجامعات دعم ثقافة التطوع عايزين نشوف متطوعين شباب داخل الجامعات الأهلية تقييم أداء الجامعات الأهلية عايزين نشوف المردود الحقيقي للبرامج اللي بتقوم بها الجامعات الأهلية على أرض الواقع الدكتور رحمة زايد اختتم المؤتمر وكان بيتكلم على التحديث وقال إحنا مش عايزين تحديث على الورق ولا عايزين تحديث شكلي ولا تحديث بالكلام عايزين بالفعل نفذ الجهود على أرض الواقع من أجل تحديث المجتمع وننهض بأحواله طبعا المؤتمر كان فرصة مهمة جدا للاحتفاء بعامل المجتمع المدني قبل انتهاءه عام 2022 وكان أيضا مهما في إتاحة الفرصة للحوار النقدي والمشاركة من جانب الجامعات الأهلية والطلاع على التجارب المختلفة اللي بتقوم بها هذه الجامعيات والتعلم واستنباط أو استخراج أو استلهام الدروس المستفادة من هذه التجارب فاصل ونعود إلى الفخر الأخيرة من برنامج ترجمة نانسي قنقر زي ما تعودنا يعني في نهاية كل حلقة بنحاول نقف قدام أحد المقولات نفكر فيها ونتأملها ونشوف حياتنا من خلال هذه المقولات في أحد المواقع اسمه وموتيفيشنال لايف يعني الحياة التي تحمل روح الجد والجدية والمصابرة والاستبشار والتفاؤل كان يتحدث عن أحد المقولات اللي ربما يعني مش جديدة بالنسبة لنا لكنها مفيدة إن إحنا نفكر فيها ونحاول إن إحنا ننقش بيتكلم على لا شيء يدوم لا تضغط على نفسك كثيرا لأنه مهما كان الوضع سيئا سوف يتغير فقوات كتير جدا من الحياة الواحد بتتعثر أقدامه يعني بيقابل موقف صعب تحدي مشكلة ده بيحدث وسوف يستمر وسيحدث يعني مفيش حياة خالية من المنغصات أو المشكلات ده طبيعي إن يحدث المشكلة إن بعض الناس بتقف قدامها يعني لما تحدث لها مشكلة تليها ويقفت قدام هذه المشكلة وخارط قوتها ومش قادرة تتعامل معاها وتعتقد إن هذه هي نهاية العالم البعض الآخر بيشوف التحدي اللي هو بيواجهه وبيحاول إن هو يعبر هذا التحدي ويغير من طبيعة المشكلة اللي هو بيواجهه أو يعد نفسه لمواجهة هذه المشكلة ده اختلاف بقى في أسلوب الناس في التعامل يعني فيه نوع بيقف عجزا أمام المشكلات وفيه نوع بيحاول إن هو يواجه هذه المشكلة ويشوف إزاي يتخطى القول ده بيقولنا وده يعني فيها روح أيضا التعامل الإلهي معنا كلنا يعني يعني قولي بقولك إيه ما فيش مشكلة بتفضل إلى الأبد كل مشكلة ليه حال أنا كنت أتذكر دائما كلمات قدست البابا في الموضوع ده يقولك يعني ما سيرها تنتهي كله للخير يعني ما فيش حاجة هتفضل يعني ما فيش مشكلة هتظل إلى الأبد ما فيش مشكلة هتظل تلازم الإنسان طول عمره بالتأكيد هيواجه المشكلة لوقت ما لفترة زمنية ما ثم بعد كده ستعبر عنه هذه المشكلة خلال المشكلة دي مفروض أنه ما يضغطش نفسه زي ما يقولين القول يحاول أنه يفكر بروح الاستبشار أنه يفكر في بكرة أنه هو هيخرج بر هذه المشكلة ويبقى عنده اليقين الحقيقي أنه هو سيعبر هذه المشكلة وأنه هو مش هيقف قدامها عاجز ولا للمشكلة دي هتقدى عليه بل بالعكس أنه هيكون يعني في وضع أفضل وأنه هو سيعبر هذه المشكلة هو مؤمن دائما ربنا لن يتركه زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات في التعامل مع الأشرار فبنقول زي ما بتقال في المزمون لا يترك عصى الخطاة تستقر على نصيب الصديقين بالتأكيد لن يتركها ممكن تحدث مشكلة ممكن زي ما قلنا العصاية التطيش لكن مش هتأثر التأثير النهائي أو تقضيه على حياتك فإحنا عايزين ياريت كلنا لما بنواجه أي مشكلة نحاول إن إحنا أولا نفكر في المشكلة بعقلانية نحاول إن إحنا نلجأ لربنا إن هو يساعدنا على مواجهة هذه المشكلة إن إحنا دايما يبقى عندنا اليقين إن هذه المشكلة ستأتي يوما وتتلاشى من قدامنا مش هتبقى موجودة إزاي تتلاشى وإمتى تختفي وإزاي هنتجاوزها دي أمور ربنا بيحضرها لنا إحنا من المشكلة باش عارفنا وإحنا نفكر في أشياء وإنفكر في حلول ثم تأتي الحلول بشكل تاني وبمنطق تاني وبأسلوب تاني نحن لا يخطر على بالنا أن تنتهي المشكلة بهذه الطريقة فأهم حاجة إن إحنا نحافظ على سلامنا وهدوءنا ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نعتبر فترة المشكلة هي فترة للهدوء ولا التأمل والصلاة وإن إحنا نلجأ لربنا وإحنا على يقين إن هذه المشكلة ستأتي يوم وتحل أهم حاجة لا نضغط أنفسنا نفسيا ونحن دايما على يقين بالآية الجميلة سلمنا فصلنا نحمل أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ولا نواجه مشاكل ونطلب من ربنا دايما أنه يعنى على مواجهة هذه المشكلات إلى أن أراكم في الأسبوع القادم لكم مني أرى التحية ترجمة نانسي قنقر